نحن الآن أمام أحد مراكز التصويت في مدرسة التكوين المهني بمقاطعة بوكالي نواكبة معكم عملية اقتراع الثالث عسر مايو في أشياء الثانية بين يتعلق الأمر التي يتنافس فيها حزب الإنصاف وحزب الوحدة والتنمية سنرصد معكم العملية من خلال أراءها أولا كما تشاهدون نحن الآن داخل أحد مراكز التصويت التي أخذت تصريح من رئيس المركز حيث سيحدثنا عن سير العملية إلى حد الساعة السلام عليكم الثانوية الفنية المكتب رقم واحد حتى الآن العملية تسير بسلاسة وهناك قبال متوسط حتى الآن على المكاتب مقارنة مع الشوط الأول وكل المستلزمات الضرورية تم توفيرها قبل ساعات الاقتراع وتم افتتاح المكتب عند الساعة السابعة صباحا إذن وفق ما قال رئيس المكتب كما تشاهدون أيضا هناك ممثلي المكاتب ممثلي عبدا ممثلي الأحزاب الحزباني المتنافزاني في هذا الشوط إذن الآن سنأخذ تصريح من ممثل أحد ممثل الأحزاب السياسية ما هي وسيرة العملية عندك؟ الحمد لله عملية ناشح الحمد لله تبارك الله ما شاء الله ما فيه أي مشكلة الحمد لله بدأنا الساعة السابعة ومثله الوحدة وتنمية وبدأنا الساعة السابعة تامة تبارك الله ما فيه أي مشكلة ونشيص وشنوب لا من أعضاء المكتب ولا ناس من القمول إذن صلح الآن من ممثلة حزب الإنصاف؟ جسم بوبو متماع طلب ما شاء الله الزرق ما عنده مشكلة ما شاء الله بارك الله ما شاء الله زين جانا من السابعة ما شاء الله ما زال ما شاء الله على ما يرام زين ما شاء الله الحمد لله الإقبال الجيد الحمد لله لمستوى الشوط الثاني اللي هو النيابيات والتشريات والإقبال الجيد الحمد لله والتوفيق إن شاء الله اللي يمثل مجينة بوكي في النيابيات القادمة إن شاء الله نتكلم عن الزرق هنا على مستوى مكاتب الثاني والمهنية الزرق ومشارك بالمواطنين ما شاء الله كانزين والناس هنا ما شاء الله مطلوسة والناس ما شاء الله هون متعاملة بروح رياضية وكل حد محترم الأخر ما بينهم ما شاء الله شحنا ولا بينهم شي والحمد لله بعد العملية الانتخابية تجريب طريقة جيدة ما أهم مشاكل ولا أهم شي وراجع إن شاء الله أنهم هل تستمر بهذه الطريقة والسلام نحن الآن في المدرسة رقم الثلاثة في هذا المركز يعني ثلاث مكاتب تصويت نريد الآن أن نستطلع رأي أحد رؤساء مكاتب التصويت في هذه المدرسة لنجي معه مقابلة حول مجريات عملية التصويت في هذا المركز نحن اليوم في الشوط الثاني من الانتخابات النيابية التشريعية وعليتي حالة نسبة إقبال من قارنة مآلة تسبة إقبال في الشوط الأول كانت ضعيفة درك حالنا تعيش رأي خاصة في هذا المدرسة عندنا بستة وستيرة قاش فالمرضة ماضية دورة في صوتة عندنا تقريبنا مية زايد الله قريب من ميتة مية بعد زايد تقريبنا أو تقول ناسي تجي حمد لله ما في أي مشكلة في داخل المكتب ممثلين موجودين وممثلة الوحدة والتنمية وكذلك ممثلة حزب الإنصاف هكذا تسير عملية الإقتراع منذ الصباح الأولى هنا على مستوى مقاطعة بوغير في ظل إقبال نسبي على مراكز التصويت قبل نعزوه البعض إلى أن نسبة المشاركة حتى الآن في الشرط الثاني من هذه الانتخابات قليلة بالنظر إلى الشرط الأول مقارنة بالشرط الأول من هذه الاستحاقات في قناة الموريثة يا محمد الياتمى مدينة بوغير